ينزم إلينا مراسل الغد من الخرطوم طارق بابكر ومن القدس المحتلة أحمد البديري أبدأ معك طارق بتفاصيل هذه الديارة ولقاء سيد البرهان مع الوفد الإسرائيلي نعم بعد أن طبقت وخيمت تأثيري على هذه الزيارة زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي للسودان ولقائه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قبل دقائق من موعد هذا اللايف هناك الإعلام الخاص بمجلس السيادة السوداني أصدر بأن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان التقى وزير خارجية إسرائيل في زيارة استمرت يوما واحدا تطرقت إلى العلاقات في المجالات المياه الصحة التعليم وأيضا الجوانب الأمنية والعسكرية وحث الجانب السوداني إسرائيل على ضرورة قرار الاستقرار بين إسرائيل وبين الشعب الفلسطيني إذن بعد أن كانت هذه الزيارة مطوقة بسرية إعلام رئاسة مجلس السيادة أو إعلام السيادة أكد بأن البرهان التقى وزير خارجية إسرائيل في زيارة امتدت يوما واحدا وننتظر ردود الفعل لهذه الزيارة مدى قبول الشارع ومدى كثافة رفض هذه الزيارة إذ إن السودان كان في عام 1967 كانت قد التأمت في العاصمة السودانية الخرطوم القمة العربية والتي خرجت من الخرطوم بلا آت ثلاثة لا تفاوض ولا صلح ولا اعتراف بإسرائيل هذه اللآت الثلاث يحفظها السودانيون جيدا لكن هناك من يرى بأن هذه العلاقات لربما تكون في جوانب اقتصادية وجوانب استراتيجية تعود بالنفع على الجانبين وهناك من يرفض هذا البتة إذ إن السودان بلا آته الثلاث وتضامنه مع القضية الفلسطينية القضية المحورية والمركزية للعرب والمسلمين لن يتزحزح عن لا آته الثلاث ولكن هناك من يعني يرحب بمثل هذا هذه اللقاءات لجهة أنها هي في سياق تكامل اقتصادي في سياق تبادل المنافع ولكن هناك من يرفض مجرد الحديث عن التطبيع هذه الزيارة وفقا لكثيرين هي تتم وتكمل للقاء البرهان نيتنياهو الذي كان في أغندا لربما هذه الزيارة يكون لها ما بعدها ولكن وفقا لإعلام مجلس السيادة قال بأن هذه الزيارة تطرقت إلى جوانب المياه إلى جوانب الصحة إلى الجوانب الاقتصادية وأن الجانب السوداني حثى إسرائيل على ضرورة يعني إقرار الاستقرار مع الشعب الفلسطيني هذه الزيارة سوف من الطبيع أن يكون لديها ردود أفعال من قبل القوى السياسية خاصة القوى التي رفضت ويعني أعلنت تنديدها بلقاء البرهان نيتنياهو وقتها في أغندا وهناك أيضا من يرى بأن الخرطوم متمسكة به لآتها الثلاث وأيضا مدافعتها عن القضية الفلسطينية القضية المحورية للعرب ولي المسلمين إذن هذه السرية التي طبقت وطوقت على هذه الزيارة أخيرا وقبل قليل نتابع الآن هذه الصور للقاء الذي عقد بين رئيس مجلس السيادة السوداني السيد عبد الفتاح البرهان والوفد الإسرائيلي الذي زار اليوم الخرطوم على رأسه وزير الخارجية الإسرائيلي مجلس السيادة السوداني تحدث أن هذا اللقاء بحث إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل وبأن السودان حثى إسرائيل أيضا على تحقيق الاستقرار مع الفلسطينيين أنتقل إلى القدس المحتلة مع أحمد البديري الحديث الإسرائيلي حول هذه الزيارة وفكرة انضمام السودان إلى الاتفاقيات الإبراهيمية أحمد طب الاجتماع الذي فهمناه كان ودودا يعني الحديث أيضا كان يتعلق بقضايا أمنية لأن البرهان نفسه هو عسكري وبالتالي فإن مجمل الحديث كان حول القضايا الأمنية التي تهم الجانبين الطائرة أقلعت بطبيعة الحالية الآن في الأجواء ونحن بانتظار أن تصل ربما بعد ساعة ساعة ونصف ولن يعني ينتظر أحد مرور الوقت في المطار مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوين الذي يعني يأتي بهذه الزيارة الرسمية الأولى المعلنة بطبيعة الحال كان هناك زيارات كما قيل ولكن هذه الزيارة الأولى المعلنة لأول وفد إسرائيلي رفيع المستوى يضم كبار الدبلوماسيين وزير الخارجية والأمنيين مستشار الأمن القومي يريد إيلي كوين إصال ثلاث رسائل بإجاز الرسالة الأولى نحن استطعنا أن نخترق القارة الأفريقية الآن بشكل واسع بعد انضمام السودان إلى انتفاقية الإبراهيمية تشاد اليوم فتحت الصفارة الخاصة بها نتحدث مع موريتانيا غانا أوغندا أثيوبيا القارة الأفريقية الآن بعدد كبير من دولها سواء في وسطها أو في جنوبها الآن باتت تتحدث معنا في الثمانينات من القرن الماضي كانت الدولة الوحيدة التي تتحدث مع إسرائيل وتصوت معها في مجلس الأمن أو في الجمعية العمومية هي جنوب أفريقيا فقط الدولة حتى في يوبيا لم تكن تصوت لصالح الإسرائيليين الآن يبدو بأن هذا الاختراق قد حدث الجانب الإسرائيلي يعلم تماما بأن هذا ليس جهده ولكن هذا جهد الوزير الخارجي الأمريكي بلينكين الذي قال للإسرائيليين أمس اذهبوا إلى السودان الأمور قد جهزت هناك كان هناك تعطيل كان هناك رغبة بأن يتم هذا قبل عامين لم يحدث بسبب اضطرابات داخلية داخل المشهد السياسي السوداني الآن الأمور أهدأ وأرسل من يمين يتنياهو وزير الخارجية ولم ينطفر أقل من 24 ساعة وذلك لتحضير هذه الزيارة يعلمون تماما في إسرائيل بأن الضغوط الأمريكية على السودان أولا في موضوع إزالة من قائمة الإرهاب ثانيا مساعدات تتعلق بالدعم المالي والاقتصادي للسودان الذي يعاني من أزمات اقتصادية وثالثا الضغوط الأمنية التي يواجهها للسودان تحديدا من منطقة جنوب السودان من المتمردين من هنا من المتمردين هناك بالتالي السودان بحاجة إلى حالة إنعاش اقتصادي والثمن كان هو عملية التطبيع مع الجانب الإسرائيلي ولكن في إسرائيل غير متحمسين لموضوع التطبيع وهذا اللافت للانتباه لا يوجد هناك حديث حول إنجاز أو اختراق في إسرائيل الآن يتحدثون عن التحديات الأمنية في نابلس وفي جنين وفي غزة والمشاكل مع اعتمار بنكفير هذا الذي يشغل بالي الإسرائيليين اليوم وليس موضوع التطبيع أو الخروج بتطبيع مع السودان وتماما كما قلنا يقول يعني يئير لبيد زعيم المعارض أنا ذاك بأنه مال فائدة من عمل اتفاقيات سلام مع دول بعيدة إذا لا نستطيع أن نعمل خطوات سلام مع الدول الأقرب وذلك طبعا اليوم العاهل الأردني في البيت الأبيض ينتقد إسرائيل بشكل واضح في موضوع التعديات على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية الجانب المصري كما نعلم لأن يجري مجموعة من المشاورات وذلك للتهديئة وبين يمينة تانية وتحدث مع السودان وبالتالي المجتمع الإسرائيلي حقيقة عندما قرأت اليوم مجمل التحليلات والتقييمات وأيضا وسائل تواصل خاصة بالمجتمع الإسرائيلي لم أرى بأن هناك اهتمام ولكن السودان مهم للإسرائيليين بالموقع الاستراتيجي السودان بالنسبة للوعي الصهيوني هي الدولة التي خرجت منها اللقات الثلاث في مؤتمر الخرطوم بعد هزيمة 67 وبالتالي كان الصخرة في تلك المنطقة السودان كان يحتضن حماس كان يحتضن القاعدة كان أسامة باللدي الموجود هناك كان تهريب الأسلحة من إيران عبر بور سودان إلى قطاع غزة يامور عبر السودان لربما فقط نظام نميري أحمد دعني أسألك لربما كانوا يساعد في موضوع الفلاشة يعني في ظل اليوم الانتقادات للحكومة اليمينية المتطرفة توتر الأجواء في الضفة مع إيران أيضا نلحظ هذا النشاط مع موريتانيا اندونيسيا تشاد السودان كيف يقرأ المحللون هذا الاهتمام الإسرائيلي بالقارة الإفريقية في هذا التوقيت كما قلنا يعني في الثمانينات في السبعينات كانت أمريكا الجنوبية بمجملها هي في حاضنة العالم العربي وتحديدا منظمة التحرير الفلسطينية شرق آسيا كذلك القارة الأفريقية كلها بسفناء جنوب أفريقيا أوروبا الشرقية كانت بالمجمل تصوت لصالح منظمة التحرير والقضايا العربية الآن هذا انقلب كله نتحدث عن دول عديدة الآن في أفريقيا التي تصوت لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة هذا رأيناه خلال التصويت الأخير حتى في موضوع حقوق الإنسان وذلك لأن الإسرائيليين أنفقوا في غانا على سبيل المثال يفتحون مصانع مستشفيات يهتمون بالزراعة في الصحراء وهذا الذي تريده السودان السودان أيضا وهذا قرأناه قبل قليل تحدث عنه طارق وأنت قلتي بأنه موضوع البيان الرسمي للبرهان كان يتحدث عن موضوع الزراعة وهذا الذي تصدر إسرائيل التكنولوجيا الزراعية في مناطق الصحراوية هذا ما يسعى له أيضا السودانيين للحصول على هذه التكنولوجيا لكي تساعد اقتصادهم وأيضا الإسرائيليين معنيون بأن يكون هناك تطويق للدول التي يمكن أن تشكل خطرا عليها في المستقبل بلا شك مصر بلا شك ليبيا بلا شك الجزائر كل هذه الدول التي ما تزال الآن العراقة ليست بذلك الود الكبير إسرائيل تريد أن تتغلغل داخل القارة الإفريقية وتريد أن تتصوت هذه الدول لصالحها في الأمم المتحدة الإنجاز الأخير للحكومة الإسرائيلية هو أن بن يمين نتنياهو قال في عهدي سوف يتم وهذا الذي حدث في حكومة لابيد بنت لم يكن هناك إنجاز في موضوع الاتفاقيات الإبراهامية تجمدت إلى حد ما لربما لعدم انشغالهم بها نتنياهو وعد بالمزيد من الدول وهقد أنجز السودان شكرا جزيلا لك من القص المحتلة أحمد البديري ومن الخرطم طارق بابكر شكرا لكما شكرا لك شكرا لك اشتركوا في القناة